توصيلات اللوب اول حاجة هو طبعا ان اللوب عندك يبقى زي ما احنا شايفين اتنين في واحد متر واللي لو ده البرير وده اتنين في واحد متر في اتنين بارير ده اللي عرضه واحد متر واحد متر وتنين متر ومبقى اشقل مسافة ما بينه وبين الرصيف ما تقلش ما تزدش ما تقلش عن تلاتين سنتيمتر زي احنا شايفين عشان العربية تعدي عليه احنا هنا الاقصى مسافة ما بين البارير مما بين اللوب ده واللوب التاني هيبقى واحد متر دوت بيسميه اوبن لوب اللوب اللوب الفتح وفي وفي بعد كده اللوب اللي هو السيف اللي هو امان اللي هو لونه احمر عندنا في الصورة دوت ده لوب الامان للبارير نفسه وزا من شايف ممكن العربية تدخل من هنا يمين من الفتح تطلع على طول على منه طبعا قدام لو احنا هنزود لوب دي تكتور تاني فاحنا بنبقى رسمة مختلفة تاني وهنشرحها بالضبط بالتفصيل طيب احنا رايزين نعمل اللي فات دوت السيارات العادية طب احنا لو السيارات عايز عايز زمن الفتح عند العربية او ما تلمسوا يفتح بسرعة ابعد شوية فبقى المنظر باللوب دوت بالمنظر ده زي ما احنا شايفين هنا انا زودت هنا بدل مسافة ما بين الاتنين اقصى مسافة واحد متر ما تقل يعني بعد كده تزوز زمنت عايز بعد كده هو اتنين متر في واحد زي ما شايف انت جيبته بالعرض وبعد كده ده اللوب الامان الفتح ده خاص يا باسمه اوبن والامان ده اسمه سيف عشان في البرمجة هتلاقي الاسمه ده ده احنا في الحالة دي بنعمله عشان لو العربية من بعيد تفتح على طول بدل ما تيض زي اللي فات ده تبقى قريبة جدا بعد كده لو انت عندك شاحنة فانت خايف على الشاحنة دي ان هي يتقفل عليها فبتكبره شوية بيبقى زي ما انت شايف العرض بتاعه زي الطول بيقى مربع يقام اثنين ونص بملغة اربعة عندك ممكن تعمله اثنين ونص في اثنين ونص او اربعة او في اربعة زي من شاب بيبقى نفس العرض كده هوت افصل مسافة الدفانة عليها وده حيبقى آآ الفتح وده حيبقى الاغلاق شاحنة راجع بدارها مش فش كلا طيب لو انت عايز شاحنة وسيارة يعني انت في في سيارة طبعا طب ما ده تقولي طب ما الشاحنة دي اشتغل على السيارة لأ المشكلة في دوت ان الشاحنة كبير شوية فممكن السيارة تبقى قليل فتعدي في النص ما تحسش فانت مضطر تعمل اثنين لوب جوا بعض للشاحنة والسيارة وحنعرف التفاصيل بالزبط يتعامل ازاي نعرف بقى التفاصيل اللي حنعملها ازاي والتواصيلات اتعى المسافة ديت وقلنا ده حيبقى الفتح وده حيبقى الاغلاق لازاي منتش شايف كده انت عندي اتنين لوب واحد كبير والتاني ده جواه والاثنين متوصلين جواه ممكن الاثنين متوصلين مع بعض على التوازي او ممكن الاثنين على التوالي وحنعرف التواصيل ازاي وانا والساس اختار توالي ولا توازي طبعا المسافة اللي هي الداخلية دي المعين دوت بيبقى من من اطرافه واحد ونص متر نقرب شوية دوت عشان نقرب منه عشان نعرف ايه الاخبار نعملوه ازاي مابدئة احنا لازم نلتزم بحاجة معينة احنا عارفين ان احنا جوا بنلف السلك على بعضه يعني ممكن اعمل اول لفة تاني لفة تاعت لفة لو انا عملت الخارجي دوت في اتجاه عقارب الساعة من فاش اعمل لجوا عكس عقارب الساعة هيقلل الكوندكت بتاعي فانا مفروض كلهم في اتجاه واحد زي ما انا شايف كده احنا لفت لفاتي اللي جوه اللي بره لازم ده فيبقى نفس الاتجاه ان هو انا ممكن انزل من دوت لعلى اللوب ديتكتور لوحده وده اللوب ديتكتور لوحده او الاثنين معاي يدخلوا على نفس اللوب ديتكتور طب ايه اللي بيحكمني في الحتة ديت ان انا يبقى عندي جهاز اسمه اندكتور وزي من شاف الجهاز الاندكتور ده ده قبل ما وصله على بتاع انا بقيس الاسلاك بتاعتي لو الاسلاك بتاعتي اللي جوه ديت لو انا وصلت على التوالي النتيجة بتاعتي لو انا قصت اللوب ده مثلا وطلع معاي انا هو سبعمية واحد ميجا هيرتس والتاني ده سبعمية واحد اه ميجا هيرتس هجمع لو وصل على التوالي هزود الاسلاكتور مع بعض دول لو النتيجة بتاعتي قدتني ما بين سبعين لخمسمية انا اوكي لو خرجت او قلت ايب انا لازم اقالب على التاني طب انا لو وصلت على التوازي مع بعض هحط الخارجي في الداخلي على الخارجي زاد الداخلي يعني الرايتين في بعض مضروبين على الرايتين في بعض زاد بعض والنتيجة برضو لو في الرايتين من سبعين لخمسمية يبقى انا كيا تمام لو مش كده مش هينفع معايا خالص الموضوع ده يعني انا هشوف انه هو يا التوالي يا للتوازي بالطريقة الكل الذي معايا بيسموه اللي هو امبيدنس ميتر نيجي لو عندي سيارات وموتسيكلات فحبت السيارات وموتسيكلات انا السيارات عندي يفعش مشكلة انا عندي في مشكلة في الموتسيكلات انا موتسيكل لازم الزمه زي ما احنا شايفين انا اهو بمكان يدخل منه يعني يبقى مثلا حتة دي يبقى فيه يفطة برا ساين بتقول ان الموتسيكل يمشي من حتة ديت ويكون عاملها له على اسفل تبلون معين واعمل له اللوب بتاعته اللي هي الصغيرة اللي احنا شايفينها ديت واللوب بتاع السيارات اللي برا ديت انا بعملها زي بميل شوية خمسة واربعين درجة سوري بعشرين درجة زي المنظر اللي احنا شايفينه ده طبعا انا هوت هنا المتر ونص متر ادي هنا متر وعندك العرض اللوب بتاع الموتسيكلات نص متر ده الفتح والامان تحدد علامة الموتسيكلة منها ده لازم ولوب مستيكلة هنا مهم جدا ان ده يبقى اللوب المستيكلة بالذات عشان صغير يتعامل ست لفات على بعض يعني واحد اتنين تتاة ربعة خمس ستة ونراعي ان اللوب الداخلي مع اللوب الخارجي يبقى في نفس الاتجاه لعدد اللفات عدد نفس اتجاه اللفات بعد كده هنتكلم على توصيلات اللوب المختلفة انت عندك ان هوت اللوب الطبيعي بتاعنا ان هوت لو ده ده البرير زي ما احنا شايفين وزي ما انا شايفين هوت بعيد خمستاشر سنتيمتر اللي هو ده اللي هو الرصيف بعد كده بناخد تلاتين سنتيمتر بعيد عن الرصيف ونبدأ نحط الكابلات بتاعتنا زي ما احنا شايفين هنا هوت لو تلاحظ هنا بندراها بالصاروخ او تعمل حفرة اول الاثنين ونص سنتي انت نبدأها بالعكس او خمسة سنتي يعني بتاخد الصاروخ التحفر خمسة سنتي تحت وتحط فيه كابل اللوب بعد كده تلاتة سنتي بتحط لغاية تلاتة بتحط من خمسة تلاتة سنتي اللوب بتاعت بعد كده من اتنين ونص لتلاتة اللي هي نص سنتيمتر دي بتحط رملة بيضة بعد كده المسافة فوق لغاية الرصيف بتحط سيليكون او اي بوكسي في انواع كتيرة جدا ممكن تحطها فوق طيب لو انا عندي بلات انترلوك اعمل ايه البلات بتاع الانترلوك وهو زي ما احنا شايفين انا بنزم من تحت الانترلوك تلاتين اللي هي تلاتة سنتي تحتيه ده تلاتين ميلي يبقى تلاتة سنتي تحتيه ده كابل اللوب وبس اراعي ان الانترلوك ده بتحطيه رملة لازم الرم ده يبقى متدكك كويس علشان اللوب بتاعي ما يبداش يتني عليه من الوقفة ويتكسر